اللي بيعرفك بيحس بدا انك انت حتى قد كده تقوم طالع عامل بيها موضوع فيلم الحاجة صغنانة كده تقوم عاملها يعني ما تقوليش انه افكار كليباتك مثلا كانت حدت يعني انت اللي عامل الافكار القصة انه كليب بيبقى حكاية فيلم صغنان كده بحطي دماغي في اغلب مشاريعي لان انت عارفة مجرد احلام انت الموضوع بيتبني من البداية ان نفسي اروح للموضوع الفلاني فده بدأت الموضوع ده من قبل ما اعود مع مؤلف المؤلف بقوله عايزين نتكلم في كده الناس بقيت بعيدة عن بعض الناس ما بقيتش بتحبوا بعض عايزين فين الحب الحقيقي يعني خلي بالك فيه ناس فاكرا ان كان الحب الحقيقي ايام ما غنيت اللي اغناء كان الحب الحقيقي موجود يعني لا انا غنيتوا عشان لقيت الحب الحقيقي مفتقده وطول الوقت الموديل الحب الامسل الناس كلها دول الوقت وكل الاجيال عمالت دور عليه وبعدنا ما يفوت الجيل يقولك يا باب من ما انت كنته بتحبه هو يقوله ولا كنا ولا بالزبط حدش عاجبه حاله حقيقة يعني اللي بيقدم موضوع ده اعتقد انه اقرب تفسير ليه انه مش لقيه اه في الوقت اللي جانا فيه ده اه بقيت فعلا فيه خطورة على ان الناس بتقيت تبعد عن بعض ما بسألوش على رمضان ما بقاش بالطعم اللي انا بعشاؤه يعني انا رمضان كنت بامشي في الشارع اقسم بالله بامشي في الشارع عيط من جمال رمضان يعني بتنتبني حالة من الشجن مش من الحزن من الشجن ومن فرحان بالحياة وفرحان بالدنيا بالشكل ده سلام لو السنة كلها تبقى شكل رمضان كده ليه بنطلع من رمضان بنقلب شعاطين وليه بنبقى عشخاص تاني الحطام بتتغير فنفسي تبقى شهر رمضان ده يبقى طول السنة